هو الإيمان بالمسيح، الولادة الروحية زي ما إحنا مولدين جسدياً كذلك أيضاً الرب يدعونا أن نولد روحياً الولادة الجسدية بتأخذ مكان وبتأخذ زمان أنا مولود في مكان محدد في زمن محدد في يوم كذا الساعة كذا في المستشفى الفلونية أنا أتولدت هذه هي الولادة الجسدية كذلك الولادة الروحية أن تؤمن أن المسيح مات من أجلك أن تؤمن المسيح قام من أموات من أجلك هو المسيح ما ماتش عشان فيه خطيئة في حياته هو الذي قال من منكم يبكتني على خطيئة بالرغم من عادة موجود أي خطيئة في المسيح لكنه هو حمل الله الذي جاء ليرفع خطيئة العالم ليموت عني وعنك هل أنت قبلت المسيح كفادي ومخلص نفسك تفتكر الوقت اللي سلمت فيه قلبك المسيح الوقت اللي انت اكتشفت فيه انك انت انسان شرير كل أعمال بنا يعني ملاش أي قيمة كل أعمال بنا كخرقة وقطعة قماش غير نظيفة غير طهرة ما المسيح ما يعلمنا أن المسيح له المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة لا يستطيع أحد أن يأتي للآب إلا به ودي دعوتي لكل واحد وكل واحدة مجتمع علينا المسيحيين بالإسم مش عشان خاطر البابا المسيحي والماما المسيحية انت أو انت أصبحت مسيحيين لا ينبغي أن تولد من فوق إن لم تكن أمنت شخصيا اعترفت شخصيا من كل قلبك إنك إنسان خاطئ إنك إنسان شرير وعارب إن أجل الخطيئة موت لكن شكرا لله إن المسيح مات عشان يدينا حياة يبقى أنا مش لازم أموت عن خطيتي لأن المسيح مات عن خطيتي فنعيش لا لأنفسنا بل لازم مات من أجلنا وقام بتصلي من كل قلبك ومن كل قلبك يا رب سمحني يا رب اغفر لي يا رب اطهرني أنا بقبل عطيتك بقبل زبيحتك اللي انت قدمت عشان حياتي عشان خاطر أنا وفي الحالة دي بتبقى إنسان جديد وفي الحالة دي بيكتب اسمك في السفر الحية الدعوة دي مش بس للمسيحين بالاسم الدعوة دي لكل مسلم يبحث عن الحق اعروا الكتاب المقدس صلوا إلى الله والله يفتح قلبك ويفتح قلبك عشان تؤمنوا بهذا الحق الكتابي نقطة خيرة يا حباء شارك بيها مع كل إخوة والحباء المؤمنين لازم نكون ليكم شاركة معنا من خلال هذه القناة بمعنى إن مش بس إنك تقعد أو تقعد وتتفرجوا على القناة إحنا محتاجين مساعدتكم بالصلاة بالتشجيع كمان بالتعظيم الخدمة اللي إحنا يعني بنحاول بقى أنا أسبوعين نشغالين فيها عشان خاطر نجمع الأموال لبدأت القناة الإنجليزية دي مش بس لأولادكم اللي ما بعرفوش الكلام اللي ما بعرفوش الكلام عربي الكلام دي خدمة الكتاب مخاصة علمنا اذهبوا إلى العالم أجمع وكريزب إنجيل الخريقة كلها دي قناة هتوصل إلى العالم أجمع ولما أنت أو أنت بتقدمه بتساعده الخدمة هنا دي أكيد أكيد هي إطاعة لتعليم ربنا يسوع المسيح لدعوت ربنا يسوع المسيح لنزم إلى العالم أجمع لو أنت أو أنت مش بتسافروا وتخدموا في كل العالم ليه ما تساعدوش هذا القناة عشان توصل لبقية أنحاء العالم فنصلي ما تكونش مسحيتنا مسحية كلام لكن مسحية عمل التليفون موجود على الشاشة 248-416-1300 وذلك ما ربنا يبرككم لا تؤجي لو رب يتكلم معكم تبعثوا الشيك النهاردة تعملوا تليفون النهاردة وتساعدوا عشان خطر الخدمة تبدأ ويعزم الرب اللي عمل معنا ونصير فرحين شكرا كتير رب يبرككم أشكرك أخ كريم نعم أخ باسم نحن بهذه المناسبة يعني بهذه الوقت الوقت العصيب يعني نحن الرب قريب إخواني وحبائي يعني هذا الموضوع يعني موضوع دعم الخدمة في قناة الأرامية هذا موضوع لو نرجع إلى أعمال الرسل كيف كانوا التلاميذ وبداية الكنيسة كيف كانوا يعملون كيف كانوا يتعاضدون مع بعضهم بعضهم كيف كانوا يسوون الشركة كيف كانوا يدعمون الذين يروح يكرز يدعمون وينطون الأكل والشرب إلى أن يوصل للمكان فهذا دور الكنيسة بدأت الكنيسة وكنيسة بدأت واستمرت واستمرت وقوة وكبرت فنحن نريد الكنيسة تكبر صوت الرب يوصل مجد الرب يوصل إلى كل العالم طالما الرب انطانا هالتكنولوجيا وهالعلم وهذا الأمر مطلب من عندك بس دعم صلاة ودعم مادي وتعضيد حقيقي من كل قلبك من كل قلبك حتى الرب يتمجد وتوصل هذه الخدمة التي نوصلها لكل الناس وكلمة الرب حتى توصل لكل العالم حتى ناس كثيرين يخلصون يعني عملية الخلاص عملية الملاكة في السماء تفرح لخاطئ يعود خاطئ واحد واحد شوف انت قد هذه القناة هذه القناة إلى تأثيرات على ناس كثيرين كانوا بعيدين عن الرب واستمعوا ومن ضمنهم آني من الناس ومن ضمنهم ناس آخرين يشوفون ويتابعون هذه المحطة وهذه المحطة هي صوت صوتك صوت المسيح حتى تستمع لها وتشوفها وتقبل الرب وكثير من الناس فعرضوها بكل ما أتيتم من إمكانيات والرب يبارككم أشكرك وأنا أيضا أريد أشارك مع أحبائي المشاهدين فكلام جدا مهم وأريدك ما تروح الآن تنام تسمع هذا الكلام لأنه رح يفيدك إذا أنت مسيحي أو إذا أنت مسلم إذا أنت درزي أو إذا أنت شيوعي بس أريدك أرجوك أن تنتبه إلى هذه الثلاثة أربعة آيات خمسة رح أقراها من الكتاب المقدس أنا متأكد أكو كثير من الأخوة المسلمين ما سامعيها ولا قارها بس رح رح أقرا عن أكو نوع من الباب أبواب باب للسراق والباب الثاني الصحيح والسارق لما يجي يدخل يقتل ويسرق ويذبح قبل أسبوع في حي البلديات ببغداد شرق بغداد دخلوا سراق على عائلة مسيحية ذبحوهم بالسكاكين وأغذوا أموالهم وطلعوا رح تشوف هنان بهاي الآية اللي رح أقراها الآن وكلمة ثانية الراعي كو راعي مؤجر مستجر وكو راعي صالح فأريدك تنتبه وطلبت هذا الكلام بالمسيح شوف من يا باب هو ويا راعي اسمع زين وبعدين أريد أسألك سؤال حتى أنت تشوف حياتك الكتاب يقول فقال لهم يسوء عفوا الإنجيل كما دونه البشير يوحن الإصحاح العاشر رح أبدي أقرأ من الآية السبعة ويتكلمنا عن الراعي الصالح المسيح يقول عن نفسه أنه راعي الصالح يقول فقال لهم يسوء أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق واللصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا السارق اسمع زين السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح أمثل ذبح الرقاب ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يعني مو بس حياة عادية لكن حياة فضلة وثاني نقطة قال أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف الراعي الصحيح الصالح يبذل نفسه عن الخراف وأما الذي هو أجير شوف ما هي الصفات الأجير أجير ليس راحيا الذي ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا شي سوي يترك الخراف و I'm sorry ويحرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها والأجير يعرب ليش لأنه أجير لأنه أجير لا يباني بالخراب فقال المسيح بالأخير أما أنا فأنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصيتي يعني أعرف خرافي و خاصتي تعرف 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 يعني الرب يسوع المسيح برهن هذا الكلام أنه لما يجو عليه ولزمه هو و 12 تلميذ ما هرب خلهم يهربون وقال أنا هو المسيح وأخذو وفعلا صعدوا على الصليب وكتلوا ومات وبعدين قام أنا نصيحتي إليك الآن أنا أتكلم مع المسيحيين أول مرة الاسميين خلونا نترك المسلمين الآن مع المسيحيين الاسميين أنه إذا أنت بعدك ما قابل الرب من كل قلبك وبعدك جاي تمشي يعني زيجزاق مع الله حاش الله ما تقدر تقشبر أنت على الله أوكي فأنا أنصحك أنه تعوف هذه الطرق الملتوية اللي أنت جاي تعيش بها أو تشين تمشي بها إذا بالزنة يومية تقفز من فراش إلى فراش من وحدة للثانية أو شغلات الأخرى بالإنترنت وتروح إلى ويب سايت خطرة أو كلاوات وتنصب على هذا وذاك وسرق على ما تحصل لك 200-300 دولار حتى تروح للجازين وتتصور أنه تقدر تجيبها أو بالسكر والعربة وحفلة وراح حفلة وتتصور أنه هسا فترة الكروسمس أنه كلما أروح حفلاته وأشرب ويسكي وكلا هذا أنت مو مسيحي أنت يعني لما تموت مكانك رح يكون نار جهنم أنا أقول لك ياها حسب كتاب المسيح أنه مكانك في نار جهنم لتقولي أنا أروح كل شهر مرة للكنيسة أو أنطي 50 دولار بالشهر للكنيسة أو أنا أبوي أو عمي كان قسيس أو إلى آخرين فأنا أنصحك أنه الآن أن التوب وأن تطلب من الله حتى يفتح قلبك وتعترف ذنوبك والتوب وتسأل وتطلب تقول يا رب أنا أريد خلاصك أنا أريدك تخلصني وأريد فدائك وأريدك أن تنطيني الحياة الأبدية وتخفر عن كل ذنوبي الآن أنا ما أقدر أسوي كل شي بس أريدك أنت تحولني أنت تغيرني أنت تقلبني من الجديد وأنت تمليني من روحك القدوس وأنت سعب سعني أنت تقولني يا رب توب عن الشراكة بالله لأنه إما زوجتك شريكتك يعني تشرك بها أو أموالك أو شركاتك أو الجنس مالتك أو القمار أو الدولار وبالنسبة لأخوان المسلمين حبيبي لأنه نحبكم لأنه المسيح يحبكم لأنه الله يحبك فيجب أن تصفن وتبحث الرب يسوع المسيح قال فتشوا الكتب فتشوا الكتب لا تتظنون بها يعني اقرأ بس لما تقرأ لا تتحيز سوي نفسك أنت لا مسيحي ولا مسلم مثل ما أخونا عبد الكريم عبد الكريم جرت نفسه من التحزبات وبدأ من الصفر وصل النتيجة نحن نعم نحن نحترم الأنبياء نحترم القديسيين لكن ما نعبدهم لا نشرك بهم مع الله فأريدك أن يعني تصمم بها تصلي تركع للرب وتطلب مننا المغفرة ولما تتواضح الرب رح يدخل على حياتك لأنه الله يقاوم المستكبرين ف يعني انكسر أمام الرب وقل يا رب أنا في ظلام وريني يا رب طريقك يا رب أنت علمني ما يفعل فالرب رح يزورك ورح يمطيك الفرحة والخلاص ورح يبني حياتك على صخرة مثل ما قال رب يسوع المسيح اثنين واحد غبي واحد حكيم الحكيم بنا بيتها على صخر فلما هطلت الأمطار وطلعت الجأجة الرياح والفيضانات ضربت بالبيت والبيت لم يسقط ليش لأنه كان مبني على حجر بس ذاك صاحبنا الثاني اللي شاب بنا بيتها على الرمل نفس الظروف هذه لما اجت وقع وقع وانته فانت هل باني بيتك على رمل او على صخرة امين اذا بالسنين الماضية تباني على رمل هم ما يخالف بعد ما فات الأول ابدي من الآن اخفر اساسات قوية ابني على صخرة وشوف شون رح تكون حياتك تكون سعيد ومرتاح وسلام الله يكون وبعدين مو بس هذه رح تدخل هالعملية في أولادك وزوجتك وأقرباءك وأخواتك وخواتك وأمك وبعدين انت تقوم تبشر وانت تقوم توسع تبث بالبشارة بشارة الخلاص ف يعني ما اقدر اقول اكثر من هذا الرب يباركك تصبحون على خير